اشتركوا في القناة أيها الأخوات والأخوات هو الدكتور رضوان شعب سيغ رئيس القسم الجراحة البولية في مستشفى مايموندس وأستاذ الجراحة البولية في جامعة كولومبيا حياك الله دكتور رضوان حياك الله وأنا شاكر جدا على استضافتكم شكرا لك اليوم نحن هنا لنتحدث عن كتابك الأخير الذي طرحه باللغة الإنجليزية في البداية ثم طرحه قبل أشهر قليلة باللغة العربية وهي تحدث عن حياة زوجية رائعة في سبع خطوات سهلة الخطة الأكيدة لتحسين الوظيفة الجنسية وبلوغ الصحة المثالية الحديث في الصحة الجنسية يبدو موضوعا شائكا دكتور رضوان ماذا عن هذا الكتاب هل أردت أن تزيد مثلا من وعي المتلقي فيما يتعلق بالقضايا الجنسية؟ طبعا هذا الكتاب صدر ليسد حاجة كبيرة سواء في المجتمع الأمريكي والدول الغربية وأيضا في البلاد العربية والمناطق الشرق الأوسط والكتاب يدرس قضية وقضية صحية مهمة جدا وهذه القضية لها حساسية خاصة هذه الحساسية الخاصة هي تجعل عوائق كثيرة بين الإنسان والتكلم عنها يعني أنا أجد كثير من الرجال والنساء في المجتمعات الغربية وأيضا في مجتمعات الشرق الأوسط عندها الحواجز من الكلام عن هذا الموضوع يعني الحواجز فيما يتعلق بالحديث ليست مرتبطة بالثقافة العربية فقط أيضا الثقافة الغربية لديها ذات الحرج طب تماما نحن أجرينا مثلا دراسة في ست دول أمريكا وخمس دول أوروبية على 30 ألف رجل وهذه الدراسة أظهرت أن هناك 48% من الرجال عندهم صعوبة في التكلم فيما يتعلق في الصحة الجنسية فأنا أقول للمجاهدين هل ذلك لأن الرجل مرتبط بالفحولة وأي شيء يخدش فحولته في النظرة التقليدية مثلا يمكن أن يؤذيها أو ينتقس من رجولة في تقديره تماما الموضوع الوظيفة الجنسية له علاقة حميمة في الرجولة له علاقة حميمة بشيء شخصي عند الإنسان وشيء له قيمة كبيرة عند الإنسان وعندما يكون هناك ضعف في هذا الموضوع الاعتراف في هذا الشيء حتى في مجال مهني أمام الطبيب أمام الممرضة يؤدي إلى خجل كبير أنا أود أن أشير إلى نقطة إذا سمحت لي دكتور وهو أننا نتحدث اليوم عن هذا الموضوع بشكل طبي محض باعتبارك أستاذا في جامعة كولومبيا في هذا التخصص باعتبارك أيضا رئيسا لقسم المسالك البولية في مركز ميويندس في نيويورك فالموضوع نتحدث عنه بشكل طبي تماما ونحاول أن نخرج بالحرج من الحديث في هذه القصة باعتبارها مادة مثيرة تماما وأنا أهنيك شخصيا وأهني قناة العربية على الريادة في هذا الموضوع لأن هذا الموضوع هناك حاجة كبيرة عند الشعوب خصوصا في المنطقة للحصول على المعلومات الصحيحة ونحن سنتكلم عنها إن شاء الله من الناحية العلمية ومن الناحية الصحية إذا كان 48% وفقا لدراستكم التي يجرتمها في أمريكا وأربع دول أوروبية أخرى يخجلون من حديث في هذه القضايا ألا ترى أن النسبة سترتفع إلى أكثر من ذلك بكثير في العالم العربي؟ بالتأكيد هناك الكثير أنا قابلت عديد من الرجال ومن النساء في المنطقة العربية وفي مطبط الشرق الأوسط عندهم الخجل الكبير من الكلام في هذا الموضوع حتى الخجل الكبير يكون في تجنب استعمال اللغة في شرح هذا الموضوع يعني أنا جاءني إلى العيادة عديد من المرضى للمراجعة الطبية وكان ما عندهم القدرة حتى النظر في العين أنه ينظر في الأرض ما يتخفون وهم جايينك دكتور يعني يلبسون أزياء مختلفة عشان ما يبين واحد داخل إلى عيادة الطبيب لمعالجة هذه المسألة حتى أكثر من هيك نحن إيجانا مرضى غيروا أسماءهم جاءوا بأسماء مستعارة تسمحون بذلك لإزالة الحرج؟ طبعا طبعا نحن هدفنا كأطباء وكعلماء في الطب هو مساعدة المريض فإذا كان المريض برتاح في اسم مستعار كان بها إذا برتاح في موعد يعني بيجونا مثلا المرضى بيطلبوا موعد خارج أوقات العيادة فمثلا بعد الساعة خمسة مثلا علشان يقلون الناس ما ينتظر مع الناس خصوصا الناس اللي عندهم مثلا ناس معروفين في المجتمع يطلبوا الأوقات العيادة خارج الأوقات الرسمية فنحن نساعد المرضى في هذا المجال لكن شاهد في هذا الموضوع أن موضوع الوظيفة الجنسية والصحة الجنسية له عوائق كثيرة في الكلام وفي الاخصار عند الحديث عنه عند الحديث عنه أنا أردت أن ننبيه فقط على حساسية هذا الموضوع أن نتحدث عنه بشكل علمي هنا غالبا ما يتم الحديث دكتور ردوان عن الضعف الجنسي لكن الاستلاح على تعريف الضعف الجنسي قد يحل لنا كثير من الإشكاليات في هذه الحلقة نعم في تقديرك الطبي ما هو الضعف الجنسي؟ السؤال جميل جدا الضعف الجنسي ينقسم إلى طبيا وعلميا إلى قسميا الضعف الجنسي عند الرجال والضعف الجنسي عند النساء عند الرجال ينقسم الضعف الجنسي إلى أقسام متعددة مثلا نقص الشهوة الجنسية نقص الرغبة نقص الرغبة الجنسية هذا النقص موجود بأعداد كبير من الرجال ويصيب عدد كبير من الرجال ويؤدي إلى أسباب متعددة أن لا يكون هناك ميل من الرجل مثلاً إلى المرأة الضعف الجنسي الآخر عند الرجل هو ما يسمى بضعف الانتصاب وهناك أيضاً أنواع أخرى من الضعف الجنسي مثلاً القذف السريع واضطرابات القذف هذا عند الرجال عند النساء هناك أيضاً عدد من أنواع الضعف الجنسي تتعلق سواء وتختلف عند المرأة قبل سن اليأس عما المرأة بعد سن اليأس بالنسبة للرجل أيضاً ألا تنقسم إلى قسمين قبل الكبر أو بعد الكبر هل هناك سن يأس أيضاً للرجل؟ عند الرجل ليس هناك سن يأس محدد بشكل واضح مثل ما هناك عند النساء لكن هناك شيء شبيه فيه وهو الضعف القدرة على الإنجاب وضعف القدرة الجنسية مع تقدم العمر الإنجاب فقط المسألة مرتبطة بالإنجاب أو بالممارسة الحميمية إجمالة؟ الأثنين معاً الممارسة الحميمة والإنجاب يضعفان معاً عند الرجل مع تقدم العمر فعند النساء أكيد إذا انتفت الأولى حتى انت في الثانية طبعاً فيما يتعلق بعمر سن اليأس عند المرأة كم هو سن اليأس المتعرف عليه طبيين؟ حالياً سن اليأس يختلف من مجتمعات إلى مجتمعات أخرى ومن بلاد إلى بلاد أخرى بين 45 و 55 عموماً سن اليأس وتظهر عند النساء عدة أنواع بعد ذلك تقل الرغبة؟ الرغبة تقل في الوظيفة الجنسية تظهر أيضاً بعض الاضطرابات في الأعضاء التنوثلية منها الجفاف منها الألم عند الجماع عديد من النساء يشكون من الألم عند الجماع وهذا شيء لا يجب الخجل منه يعني الألم هو شيء غير طبيعي فأنا أشجع أي امرأة عندها ألم في هذا الموضوع أن تذهب إلى الطبيب وتراجع الطبيب وتسأل عن التشخيص المناسب والعلاج الصحيح في هذا الموضوع جميل هذا أحد يعني قسمنا الأمراض الجنسية لدى الرجال إلى ثلاثة أقسام تقريباً قلنا عند النساء هي ضعف الرغبة نعم ثم ما هي الأقسام الأخرى؟ ضعف الرغبة أو أول شيء الشيء الثاني هو الألم عند الجماع هل يمكن أن نعتبر أن الألم عند الممارسة هو أحد أنواع الضعف؟ هو أحد أنواع الضعف عند النساء الألم عند الممارسة هو أحد الأشياء المعترف فيها عالمياً في الأوساط العلمية أحد أنواع الضعف الجنسي عند النساء إذن هما نوعين تقريباً بالنسبة للنساء وفي نوع ثالث هو فقد الرعش عند الجماع وهذا يحدث عند عديد من النساء وكثير منهن يخجلنا أن يتكلمنا في هذا الموضوع ويخجلنا أن يذهبنا إلى الطبيبات أو إلى الأطباء لكلام حول هذا الموضوع طيب هذا فيما يتعلق بتعريف الضعفة وضعت سبع خطوات في كتابك الذي يطبع أيضاً باللغة العربية سبع خطوات اعتبرتها خطوات سهلة لحياة زوجية رائعة هل لا حدثتنا عن هذه الخطوات السابعة دكتور؟ نعم الخطوة الأولى لحياة زوجية سعيدة هي ما أسميه بتخطي الموانع تخطي الموانع مثل ما تكلمنا سابقاً هناك كثير من الموانع للحصول على السعادة في العلاقة الحميمة والسعادة في العلاقة الزوجية وهذه الموانع منها الخجل منها الظن أنه ليس هناك علاج أو شيء مفيد في هذا الموضوع بس في حديث في أوساطنا عن أن الحياة أحياناً محمود فهل هناك تناقض فيما تتحدث عن أن الخجل قد يسبب أحياناً بين الزوجين شكل من أشكال ضعف العلاقة الزوجية وما تستلح الثقافة الثقافات العربية إجمالاً على مدح الحياء وخصوصاً من المرأة بالتأكيد الحياء ممدوح لكن مثل أي شيء آخر في حياة الإنسان في كثير أشياء في حياة الإنسان ممدوحة لكن ممدوحة في مكانها وفي موضعها وليست بشكل عام ومطلق فنحن نقول مثلاً لا حياء في الدين لا حياء في العلم لا حياء في الصحة لا حرج على المريض ما هي الظاهرة السلبية فيما يتعلق بالخجل أثناء الممارسة الحميمة بين الزوجين هناك العديد من الأشياء التي تحصل نتيجة للخجل بين الزوجين واحد منهم هو عدم الحديث عن موضوع الجنس بين الزوجين يعني أنا قابلت عديد من الأزواج سواء في أمريكا أو في البلاد العربية أو حتى في أمريكا من أنواع مختلفة من الناس لا يتكلمون الرجل لا يتكلم مع زوجته والزوج لا يتتكلم مع زوجته بأي معنى تريد الكلام الكلام في موضوع الوظيفة الجنسية يعني يتكلمون في أي شيء آخر في الحياة إلا الوظيفة والممارسة والعلاقة الجنسية ما مسار الحديث الذي تريد أن يتحدثوا فيه في هذا الموضوع يعني مثلا الحديث ما هو الشيء الذي يحب الإنسان من شريكه ماذا يحب الإنسان في غرفة النوم سواء كانت الزوج أو الزوج ما هو الشيء الذي يسعده كيف تأتيه اللذة ما هي الأشياء التي يطلبها الإنسان من شريكه في الحياة فهذا الحديث غالبا ما يكون مفقود مفقود في الثقافات الغربية وأنا أتصور أيضا مفقود كثيرا في الثقافات المحلية إذا لا الثقافات الغربية ولا الشرقية موجود أين يوجد هذا فقط عند الأطباء الذين يطالبون فيه معناته السبب أننا الأطباء نطالب فيه أن الدراسات أظهرت أن الزوجين هذي بيكون في بناتهم حديث وتواصل في هذا الموضوع وتفاهم في هذا الموضوع بيكون سعادتهم الزوجية وسعادتهم في العلاقة الحميمة أعلى وأقوى بكثير من الزوجين هذي ما بيكون عندهم كلام في هذا الموضوع بيكون عندهم صمت كامل حول هذا الموضوع طيب أنت تتحدث دكتور طيب هذا أحد تخطي الموانع وتحدثت عن الخجل كمانع من الموانع ما هي الخطوات الأخرى التي يمكن أن نضيفها على عجل الخطوة الثانية هي ما أسميه بالسلوك الصحي الجيد السلوك الصحي في الممارسة أو إجمالا أظهرت عديد من الدراسات الحديثة منها دراسات أجرينها أن أمور عديدة تتعلق في السلوك الصحي مثل الإفراط في الطعام عدم الرياضة تدخين الإفراط في الكحول لها تأثير سلبي جدا على الوظيفة الجنسية عند الرجال وعند النساء فالفائدة من السلوك الصحي فائدتين يعني أنا أقول لمرضاي الفائدة إذا كان سلوكك صحي أن أنت صحتك العامة تكون جيدة وتتقي أمراض القلب والشريين وتصلب الشريين وتتقي أمراض السكري بالإضافة إلى تحسين الوظيفة الجنسية يعني أظهرت مثلا أحد الدراسات الحديثة التي أجرت في إيطاليا الناس الأفضل صحة يعني هم أفضل لا يعانون من مشاكل الضعف تماما الناس الأفضل صحة أجرت عدد من الدراسات نحن شاركنا فيها واحد دراسة في بوستن في الولايات المتحدة دراسة أخرى في إيطاليا أظهرت أن الناس التي صحتهم وسلوكهم الصحي جيد وظيفتهم الجنسية وسعادتهم الجنسية تكون أجود وأفضل الشيء الآخر يظهر من هذه الدراسات أن الرجال والنساء الذين يسلكون سلوك صحي جيد يمكن أن تتحسن وظيفتهم يعني الإنسان إذا غير حياته ترك التدخين إذا حسن من حالته الصحية سأقف عند هذه مظاهر السلوك الصحي السلبية بعد فاصل قصير إذا سمحت لي فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات نعود بعده لمواصلة حيواننا في إضاءة مع ضيفنا الدكتور رضوانش أبسير رئيس قسم الجراحة البولية في مستشفى مانونس وأستاذ الجراحة البولية بجامعة كولومبيا بنيورك فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حياكم الله في إضاءات مجددا أي والإخوة والأخوات لا يزالوا حوارنا في هذه الحلقة مع الدكتور رضوان شاب سيغ أستاذ في جامعة كولومبيا ومؤلف كتاب حياة زوجية رائعة في سبع خطوات دكتور كنا نتحدث قبل الفاصل عن الخطوة الثانية من الخطوات السبع الرئيسة التي يمكن أن تؤدي إلى حياة زوجية رائعة وهي السلوك الصحي المناسب تحدثت عن أثر سلبية يمكن أن تنعكس من صحة الشخص إلى علاقته الأفضل في الممارسة الحميمية وقلت بأن الإفراط في السمنة أو الإفراط في التدخين أو الإفراط في الكحول يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قوة أو حميمية الممارسة أود أن تتحدث معنا بالتفصيل عن هذه النقاط إذا أتكرمت نعم الآن سبت بما لا يترك مجال للشك بعدد من الدراسات الحديثة أن الارتباط بين السلوك الصحي الجيد وحسن الوظيفة الجنسية وحسن الاستمتاع بالوظيفة الجنسية هو ارتباط حميم لنتكلم الآن نقطة نقطة عن هذا الموضوع نأخذ النقطة الأولى هي موضوع السمنة موضوع السمنة ظهر بما لا يترك مجال للشك أن ازدياد الوزن يؤدي إلى الضعف الجنسي من عدة نواحي يعني يؤدي إلى الضعف الجنسي من ناحية التصلب الشريين ومرض السكري لكن يؤدي أيضا إلى الضعف الجنسي من ناحية نقص هرمون الذكورة هرمون التستاسترون أظهرت الدراسات الحديثة يعني معناته السمان يعني عندهم نقص في هرمون الذكورة نعم وأظهرت الدراسات أن كل ما كان الوزن أكثر كل ما بيكون هرمون الذكورة عند الرجال أقل بالإضافة إلى ذلك أظهرت الدراسات أن السمنة خصوصا في البطن هذا ما نسميه الكرش أو في بلاد الشام نسميه كرش الوجاهة فهو الحقيقة في الناحية الطبية والعلمية ليس له علاقة بالوجاهة ليس له علاقة بالوجاهة لأن الدراسات الحديثة أظهرت أن شحوم البطن فيها أنواع من الإنزيمات الخمائر هذه تحول هرمون الذكورة التستاسترون إلى هرمون الأنوثي وهو الأستروجين هذا ينعكس على الرغبة أو على الممارسة أو على أي شيء بالضبط هذا ينعكس على الرغبة والممارسة فهرمون الأنوثي في الرجل يؤدي إلى نقص هرمون الذكورة نقص الشهوة الجنسية ضعف الانتصاب يؤدي إلى أيضا ضعف القذف يؤدي إلى نقص الاستمتاع بالممارسة الجنسية بالإضافة إلى ذلك له أعراض أخرى منها التعب بمجهود قليل منها كثرة النوم منها اضطرابات النوم نقص هرمون الذكورة التستاسترون له تأثيرات عديدة على جسم الإنسان تأثيرات سلبية طيب ماذا فيما يتعلق بالبدان عند النساء؟ هل يمكن أن تؤثل على ذات الوظائف مثلا؟ البدانية عند النساء يمكن أن يكون لها ارتباط وثيق في موضوع مرض السكري نحن ظهر عنا في الدراسة حتى عند الرجال البدانية حتى عند الرجال ومرض السكري في الدراسات الحديثة نشرت بعض الدراسات حتى في عام 2008 تظهر ارتباط حميم بين الضعف الجنسي عند النساء ومرض السكري ومرض السكري له أهمية كبيرة جدا خصوصا في المنطقة العربية وفي منطقة دول الخليج لأن مرض السكري مع الأسف منتشر بشكل كبير وهذا مرض السكري يأخذ أهمية كبيرة من ناحية الصحة العامة ونحن في اختصاصنا في اختصاص الجراحة البولية نعطي اهتمام كبير لمرض السكري لأنه له تأثير كبير على الأعضاء البولية والتناسلية هل يمكن أن يكون مرض السكري أحد المثبتات لممارسة حميمية عند الرجل أو المرأة؟ تماما مرض السكري يثبت الوظيفة الجنسية بعدة مستويات مستوى الشهوة الجنسية ومستوى الممارسة فضعف الرغبة والممارسة يحدث مع مرض السكري بالإضافة إلى ذلك مرض السكري يؤثر بشكل خاص على الأعصاب فيحدث ما نسميه باللغة الإنجليزية نيراباثي يعني اضطراب الأعصاب اضطراب الحس فكثير من معروف عند مرض السكري أنه عندهم اضطرابات في حس القدمين فالمرض السكري يعطوهم توصيات خاصة بالعناية بالقدمين لكن مثل ما يحدث من نقص من خذر من نقص الحس في القدمين يحدث أيضا في الأعضاء التناسلية وهذا يؤدي إلى ضعف الوظيفة الجنسية وضعف الذي الجنسية في هذا الموضوع طيب فهذا فيما يتعلق بالسمنة كيف يمكن أن يؤثر التدخين كما أشرت قبل قليل على هذه الوظائف نعم التدخين له تأثير سلبي كبير على الوظيفة الجنسية بسبب تصلب الشرايين لأن التدخين يؤدي كما هو معروف تماما إلى تصلب الشرايين وطبعا تصلب الشرايين يصيب شرايين التاجية في القلب يصيب الشرايين السباتية التي تذهب إلى الدماغ لكن أيضا يصيب الشرايين التي تذهب وتروي بالدم الأعضاء التناسلية وبسبب تأثيره على الأعضاء التناسلية وشرايين الأعضاء التناسلية يؤدي إلى الضعف الجنسي وهذا التأثير يظهر قبل التأثيرات الأخرى وأنا ذكرت هذا في كتابي التأثير السلبي على الوظيفة الجنسية يظهر قبل بكثير من التأثير على القلب أو على أعضاء أخرى والسبب أيضا هو أن تصلب الشرايين يظهر في الشرايين الصغيرة قبل الشرايين الكبيرة هذا ما أشرت أنت أو ما استلحت على تسميته أو على القول أن الضعف الجنسي عند الرجال هو نعمة مستثرة وجرس إنذار سنتحدث عن هذه النقطة لكن أود أن نتحدث أيضا فيما يتعلق بالمحذور الثالث إن صحة العبارة وهو تناول الكحول كيف يمكن لتناول الكحول أن يؤثر على الممارسة؟ نعم الكحول الحقيقة موضوع الكحول موضوع طريف بشكل ما لأن الكحول في الأدبيات يقدم على أنه هو محفز محفز وهو جزء في بعض الثقافات وهو جزء من العلاقة الرومانسية لكن الكحول من الناحية العلمية من الناحية الكيميائية هو مثبت يعني الإنسان إذا شرب كحول بكمية كافية ينام ويتنام أعضاؤه معه فالإفراط في الكحول يؤدي إلى الضعف الجنسي عند تناول الكحول فهناك تأثيرين للكحول تأثير عند تناوله وتأثير مزمن طويل المدى طويل المدى التأثير المزمن طويل المدى بكثرة تناول الكحوليات على المدى الطويل أظهرت الدراسات أنه يؤدي أيضا إلى ما يشبه مرض السكري من ناحية إصابة الأعصاب فالنقل الحسي في الأعصاب يضطرب ويضعف فيؤدي أيضا إلى الضعف الجنسي كما أنه يؤثر أيضا على الكبد فاضطربات الكبد أو ما يسمى بتشمع الكبد ممكن يكون نتيجة للإفراط في الكحول لسنوات طويلة جميل خلينا نعود إلى المقولة التي استخدمتها في الكتاب وهي أن الضعف الجنسي عند الرجال نعمة مستترة وجرس إنذار الجميع يعرف أن الضعف الجنسي أو هذا ما استقر على الأقل في أذهان الناس أنه نقمة وليس نعمة كيف اعتبرت دكتور رضوان نعمة بالنسبة للرجال كيف يكون الضعف الجنسي نعمة الضعف الجنسي نعمة نفهمها بهذا الشكل عندما نفهم السلوك الصحي عند الرجال دراسات عديدة في العالم منها دراسات في أمريكا وغيرها أظهرت أن الرجال بشكل عام لا يعتنون بصحتهم كالنساء مثلا إذا أخذنا الزيارة السنوية للطبيب لإكتشاف الأمراض وللوقاية من الأمراض عدد أو نسبة الرجال الذين يذهبون إلى الزيارة السنوية للطبيب أقل بكثير من النساء يعني التأريق في أمريكا مثلا هذا في الغرف ما بالك بالعالم العربي النصف نسبة عند الرجال نصف النسبة عند النساء حتى من الشيء الطريف الذهاب إلى طبيب الأسنان يعني الشاهد في هذا الموضوع هو سلوك الصحي عند الرجال الرجال يزورون طبيب الأسنان أقل بكثير من النساء الشاهد في الموضوع أن السلوك الصحي عند الرجال هو سلوك في نقص كبير ما السبب في تقديرك؟ السبب غالبا هو سبب لنقص الاهتمام عند الرجال الظن في أنه هو سبب إذا كانت المرأة أفضل فمعناته أن الثقافة المجتمعية ليست هي المشكلة فقط الظن في أنه هو سببين هو سبب ثقافي أن الرجل جزء من الرجل لأن الإنسان لا يكترث بالجوانب السبب لا يجري للطبيب لأي شيء والمرأة حريصة على قوامها وعلى شكلها وبالتالي تحاول أن تتواصل مع سبب نحن ننظر كيف العائلة بتعامل الولد والبنت الولد بتقوله أنت ما تصرخ من أي شيء ما تبكي من أي شيء أنت لازم تتحمل أنت رجال أنت رجال البنت نحن نعتني فيها ونهتم فيها في أي شيء نجري بسببها فهذا في ناحية ثقافية في ناحية أخرى أن النساء عند منهم الحمل والولادة والحمل والولادة يضع المرأة في النظام الصحي يضع المرأة في عيادة الطبيب في المستشفى فالمرأة عندها العادة أن تكون موجودة فيه أي جزء من حياتها أصبحت مراجعة الطبيب طيب وين صار نعمة مستترة؟ النعمة المستترة هي من الدراسات الحديثة التي أظهرت أن الضعف الجنسي عند الرجال خصوصا هي علامات إنذار مبكرة لأمراض المستقبل وهي؟ السكري تصلب الشريين الجلطة القلبية يعني عندما يصاب الرجل بشيء نوع من أنواع الضعف الجنسي يعرف أن هذه مقدمة لإصابة بهذه الأمراض وبالتالي يجب أن يتلافها؟ تماما حتى نفهم هذا الموضوع الإنسان الذي عمره 55 أو 60 سنة ويأتي وجع صدر هذا يكون أول جلطة قلبية يأتي ويحمله على النقال ويأخذوه على الطوارئ على المستشفى هذا الرجل تصلب الشريين الذي أدى إلى انسداد أحد شريين القلب التصلب الشريين ما حدث في هذا اليوم بدأ قبل 20 سنة بزيادة الوزن والإفراط في الكحول والتدخين وعدم الرياضة هذا العشرين سنة التي وصلته في النهاية إلى غرفة الإسعاف والمستشفى هي عشرين سنة صامتة من تراكم المشكلات صامتة يعني لا يظهر عنده أعراض الإنسان ما في وجع ما في ألم الضعف الجنسي الآن ظهر عندنا في الدراسات أن الضعف الجنسي يظهر قبل سنوات مثلا هناك دراسة أجريت في بوستن ونحن شاركنا فيها أظهرت أن الضعف الجنسي يحدث قبل المرض السكري بـ 8 سنوات خصوصا عند الرجال في منتصف العمر أهمية هذه المعلومة عند الرجال في منتصف العمر الرجل في منتصف العمر منتصف العمر كم تقريبا؟ 35 إلى 45 هذا منتصف العمر عمر مهم جدا لأن كثير من الرجال يعملون بجد يعملون بساعات طويلة في العمل لكسب المال وكسب الرزاق وهي جذوة العمل عند الرجل تمام بالإضافة إلى ذلك بنفس العمر هذا يكون الإنسان عنده منه أطفال صغار بيكون عنده منه أسرة يريد أن يؤمن لها حياة كريمة أو أب أو أم كمان بيكونوا كبروا في العمر بيمرضوا أو جد أو جد في حاجات فنحن نسميه في أمريكا الجيل المنتصف الجيل المنتصف الجيل الساندويش فيه خبز من تحت وخبز من فوق فضغط العمل وضغط الشغل يؤدي فيه إلى الإهمال فالإنسان يترك العناية بوزنه أنا كثير من المرضى بسألوني يوم بيجوني هذا في أمريكا يوم بيجوني لأكشف عن موضوع الضعف الجنسي أسأل الرجل أمتى كانت آخر مرة متى وزنت نفسك هل تعرف ضغط الدم هل تعرف نسبة كلورسترول في دمك أمتى آخر مرة عملت فحص تم وتعرف أن الإجابات سلوية إجابات ما أقول لك أنا ما زل طبيب لخمس سنين ست سنوات فمشان هيك أنا أقول الضعف الجنسي خصوصا عند الرجال هي نعمة مستترة لأنه تأتي بالرجل إلى الطبيب للكشف عن أمرات تانية لها علاقة ضعف الجنسي لكن كشفها له فائدة كبيرة لصحت هذا الرجل جميل إحنا اليوم يزورنا الطبيب ولذلك سنتوقف مع فاصل قصير نعود بعده لحديثنا مع الطبيب فيضات فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات نعود بعده لحديثنا مع الدكتور رضوان شاب سيك فيبقوا معنا شكرا شكرا اشتركوا في القناة إلى حديثنا عن الخطوات السابقة تحدثنا عن تخطي الموانع عن السلوك الصحي ماذا بعد؟ ضمن السلوك الصحي كما قلت قبل قليل مثلا ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة أنا رايد أتكلم بشكل قليل عن موضوع الرياضة قبل أن ننتقل للخطوة الثالثة الرياضة ظهر في الدراسات أن لها تأثير كبير على الصحة الجنسية وعلى المتعة تأثير إيجابي تأثير إيجابي كبير والرياضة لها دور كبير من الناحية النفسية والذهنية ومن الناحية الجسمية فمثلا الرياضة تؤدي إلى تحسين ارتفاع ضغط الدم تحسين مرض السكري تحسين عديد من الأشياء بالإضافة إلى ذلك تؤدي إلى تحسين القدرة الجنسية والممارسة الجنسية والاستمتاع بها كما أن الرياضة لها تأثير إيجابي أيضا على الناحية النفسية والذهنية والمزاج فالإنسان الذي يمارس الرياضة بشكل منتظم تكون علاقاته معها يحوله بما فيهن أسرته أسرته أو شريكه أو شريكه في الحياة تكون علاقة أفضل فالرياضة بشكل منتظمه شيء مهم جدا وتأتي أهميته كنت تحدثني عن إشكالية في نسب ممارس الرياضة في الخليج نعم على إثر مشاركتك في ندوة طبية في الأون الأخيرة في قطر نعم أنا قبل زيارتي ألكن كنت في قطر في الدوحة في المؤتمر الدولي للصحة الجنسية والإنجاب وألقي في المؤتمر عديد من الأوراق المحلية والإقليمية والعالمية فيما يخص موضوعات الصحة الجنسية والإنجاب إحدى هذه الأوراق كانت عن المرضى المصابين بالضعف الجنسي في المنطقة الخليج وأحدى النقاط التي درستها هذه الورقة هي نسبة الرجال الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم من الرجال الذين يراجعوا عيادة أمراض الصحة الجنسية والنسبة كانت تسعة في المئة تسعة في المئة فقط من الرجال يمارسون الرياضة بشكل منتظم تسعة فقط في المئة تسعة فقط وهم المراجع واحد وتسعين بالمئة من الرجال عندهم حياة عملية حياة خاملة من الناحية السلوك الصحي فهون من لاحظ أن هناك مجال كبير لتحسين الصحة العامة والصحة الجنسية يعني بتثقيف الإنسان نفسه والانتباه للرياضة هناك مجال كبير لتحسين هل هناك رياضات معينة يجب أن تمارس على وجه التحديد أم أن الموضوع متعلق بهمية الرياضة بعمة؟ الرياضات بشكل خاص التي تحسن الوظيفة الجنسية هي الرياضات التي نسميها باللغة الإنجليزية يعني الرياضات أو الكارديوفاسكولر هي الرياضات مثل الجري مثل السباحة كرة السلة كرة القدم الرياضات التي تؤدي أن الإنسان يزداد عدد مرات تنفسه يزداد نبض قلبه ما هي الرياضات حمل الأوزان؟ ليس الرياضات العنيفة مثلا ليس الرياضات العنيفة يعني الجري مثلا أنا أنصح مرضاي أنه يجري أو يسبح 30 دقيقة أربع مرات في الأسبوع أو 45 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع وأنا أقول قليل تداوم عليه خير من كثير لا تقدر عليه وهذا مهم قليل دائم خير من كثير منقطع كما يقول قليل دائم خير من كثير منقطع طيب نعود مرة ثانية إلى الخطوات لنستعرضها الخطوات السبعة التي تعتبر أنها تساهم في حياة زوجية رائعة نعم الخطوة الثالثة هي هي الانتباه لموضوعات صحية معينة في كل فرد من الأفراد يعني مثلا نحن يأتينا مريض معه ارتفاع في ضغط الدم يأتينا مريض معه اكتئاب يأتينا مريض عنده سكر يأتينا مريض عنده مثلا إصابة في يعني للخصائص الصحية أو أزماته الشخصية الصحية فالإنسان تحسين ضبط الأمراض مثلا نذكر مثال ضغط الدم ضغط الدم إذا كان مضبوط بشكل منتظم والإنسان بيأخذ أدوية ضغط الدم و بيراقب ضغط الدم و ضغط الدم عنده منه يعني دائما ضمن الحلوط الطبيعية هذا الإنسان ستكون وظيفته الجنسية أفضل من الإنسان يضغط الدم يوم طالع يوم نازل يكون عنده غير منضبط نفس الشيء بمرض السكري الإنسان اللي معه مرض سكري سكر الدم يوم 400 يوم 100 هذا الإنسان غالبا قدرته الجنسية ستكون ضعيفة أو مضطربة أو مضطربة ليس فقط ذلك أظهرت الدراسلات الحديثة معلومة جديدة هي أن مرض السكري عندما يكون غير مضبوط سكر الدم عندما يكون غير مضبوط أدوية الطعف الجنسي مثل فياقرا والسياليس سيكون تأثيرها أضعف مفعولها أضعف عند مرض السكر عند مرض السكر إذا كان السكر غير منضبط وعندما تنقل المريض من سكر غير منضبط لسكر منضبط يزداد استجابي للأدوية طيب بمناسبة حديثك عن الأدوية هناك كما أشرنا في البداية إشكالية فيما يتعلق بالثقافة في التعاطي مع موضوع الوعي الجنسي في المنطقة الكثير من الناس في العالم العربي الجاءون إلى هذه الأدوية ربما حتى لا يزوروا الطبيب وتصرف كثير من الأدوية في أماكن كثيرة رغم أن وزارة الصحة في العالم العربي تطالب بوجود وصفات طبية بدون وصفات طبية هل تعتقد أن التعاطي مع هذه الأدوية يمكن أن يعالج المشكلة؟ الأدوية هي أدوية جيدة ولها هامش كبير من السلامة لكن مثل ما تفضلت أخذ الأدوية بدون زيارة الطبيب لا يؤدي إلى خدمة الإنسان لنفسه وصحته نحن عندنا في أمريكا هنا في الشرق الأوسط كما نعلم كたنا أن الانسان يمكن أن يشتري الأدوية من الصيدلية بدون وصفة هو ممنوع نظاما نظام ممنوعا لكم شائع هذا شيء في عديد من البلدان لكن ليس فقط في الشرق الأوسط حتى في الأوروبا الشرقية في عديد من بلدان عالم شراء الدواء من الصيدلية بدون وصفة موجود هذا الشيء كواقع لكن في أمريكا نحن عندنا في أمريكا ممنوع قطعيا ولا ممكن شراء الدواء من غير وصفة لكن في أننا شيء بيشبهه وهو شراء الأدوية عن طريق الإنترنت الناس يشتري الأدوية عن طريق الإنترنت بدون وصفة خلال دقيقة دقائق بدون وصفة عندنا مثل يقول ما شقت باستخر يعني ماذا استفدنا إذا أنت ممنوع من الصدرية وتقدر بالإنترنت تحصل فالأمريكان والكنديين ممكن ببطاقة الاعتمام بالكريدت كارد أن يروح على الإنترنت تشترك هذه الأدوية هل تناسب أشخاص وأشخاص أخرى أخرين لا تناسبهم يعني الذين لا تناسبهم هذه الأدوية الذين لا تناسبهم هم الرجال الذين يتناولون من نسميه نيتريت أدوية نيتروغليسيرين أي الأدوية الخاصة في موضوع ألم الصدر وأمراض القلب لكن أنا أؤكد أيضا أن الإنسان لا يشتري هذه الأدوية عن طريق الإنترنت وما يشتري الأدوية من الصيدلية بدون استشارة الطبيب استشارة الطبيب ليست فقط لأخذ الوصفة استشارة الطبيب لقيام بالفحوص الأخرى التي ذكرناها هي الفحوص لاكتشاف إذا كان الإنسان معه مرض في السكري معه الطلبات في غدة البروستاتا عنده ارتفاع في ضغط الدم عنده ارتفاع في شحوم الدم كل هذه الأشياء هي فرصة للعناية بصحة الرجل ولذلك أنا سميتها نعمة مستترة خلينا دكتور باختصار قبل أن ينتهي الوقت نحاول أن نعدد الخطوات الأربعة الباقية تحدثنا عن خطة أولى وهي تخطي الموانع عن الخطوة الثانية وهي السلوك الصحي المناسب عن الخطوة الثالثة وهي الانتباه إلى الخصائص الصحية والإشكالات الصحية لدى كل فرد ماذا عن الرابعة؟ النقطة الرابعة هي الناحية النفسية يعني الوظيفة الجنسية ليست هي وظيفة ميكانيكية جسمية فقط الوظيفة الجنسية هي تتطلب اجتماع الشيئين في الإنسان تتطلب اجتماع الجسم الجسد والروح الجسد والعقل والناحية النفسية فإذا الإنسان كان عند منه أمور نفسية في حياته حتى لو ما كان لها علاقة في الجنس ممكن أن تأثر على الوظيفة الجنسية مثال عليها موضوع الاكتئاب الاكتئاب أظهرت دراسات عديدة منها دراسات أجريناها من عدة سنوات أن الاكتئاب مترافقت تماما مع الضعف الجنسي والمشكلة أنه عند الرجال وعند النساء نسب الاكتئاب في العالم العربي مرتفعة جدا مرتفعة جدا في العالم العربي وأنا جاني عديد من المرضى من المنطقة العربية معهم حالات من الاكتئاب مزمنة إلى مدى طويل إذن العلاج النفسي يساهم بطبيعة الحال بعلاج هذه القضية ننتقل للعنصر الخامس العنصر الخامس هو موضوع العلاقة بين الرجل والمرأة وأنا ذكرته في كتابي تحت عنوان لا بد للتانجو من راقصين راقصة التانجو لا يمكن أن يؤديها شخص شخص من أفرده تمام فالعلاقة الحميمة تكون بتحسين العلاقة بين شركين الحياة بين الزوجين وتحسين هذه العلاقة لها أهمية كبرى أنا أقول أن الممارسة الجنسية تبدأ خارج غرفة النوم لا تبدأ في غرفة النوم لا تبدأ في المساء في غرفة النوم تبدأ صباحا بكلمة لطيفة بمغازلة رقيقة بـ SMS رسالة هاتفية لرسلها أحد الطرفين للآخر نعم بهدية صغيرة فهذه الأشياء تؤدي إلى تحسين العلاقة بين الزوجين وتؤدي أيضا إلى زيادة الاستمتاع بالوظيفة الجنسية هناك قصور فيما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين ترى أن أثارها يمتد إلى المعاناة من مشكلة في التواصل صحيح؟ طبعا خصوصا فيما يتعلق بالزوجين متزوجين من سنين طويلة الزواج يستمر لعشرين سنة أو خمسة وعشرين سنة يسمونه المؤبد أحيانا المؤبد تماما فمن طبيعة الإنسان هذا الواقع أن الإنسان الشيء الروتيني يصيبه الملل طيب كيف يمكن أن يتم إدخال عنصر أو عناصر جديدة يمكن أن تزيل هذا الملل أو الاعتياد مع طول الفترة في أمريكا والبلاد الأوروبية يوجد استشاريين خصوصيين لموضوع العلاقات الزوجية ما يسميه بالماريج كامسلر يعني استشاري العلاقات الزوجية لكن ممكن كثير من الأشياء البسيطة يعملوها الزوجين يرجعوا يرجعوا الدماء الدافئة إلى حياة الباردة مثلا مثلا مثلما ذكرنا المغازلة يعني كثير منظروا أنه إذا كان صار الزواج عمره 25 سنة أنه ما ممكن إنسان الزوج أو الزوج عيب الغزل بين الزوجين بعد فترة البدايات نعم وهذا الشيء مش أنه ما في عيب فقط لكن يؤدي إلى تحسين العلاقة العامة وتحسين العلاقة الحميمة ويؤدي إلى إيصال العلاقة الحميمة إلى علاقة رائعة الشيء الآخر هو التجديد في الظروف المحيطة بالممارسة الجنسية يعني مثلا يذهبوا في إجازة مع بعض بدون الأولاد يتركوا الأولاد عن جدتهم وجدهم ويذهبوا في إجازة لوحدهم من سمين شهر عسل جديد هذا الشيء ممكن يعيد شهر كامل حتى يا أخي الكريم أسبوع حتى ممكن يومين خففها كده عشان تصير طبيعية طبعا لا يستطيع تقبلها يا دكتور نعم وهذا الشيء له تأثير كبير أنه يتركوا الأولاد ويسافروا لوحدهم يكونوا في مكان منعزل لوحدهم على جزيرة حتى أوقيت ممكن ما ضروروا يسافروا سفر طويل هل الإجازة الزوجية يمكن أن تكون أيضا من المحفزات في تقديرك في ناس تتحدث عن إجازة بين الزوجين أن يسافر الرجل وحده أو المرأة وحدها أو أن يبتعد عن فترة فترة بسيطة من الوقت عن بعضهم هل هذه ظاهرة تعتقد أنها سلبية أو لا إيجابية هذه الظاهرة ستكون سلبية إذا كانت وقت بيكونوا الزوجين مع بعض علاقتهم باردة إذا علاقتهم مع بعض باردة وقت بيكونوا مع بعض وواحد منهم يسافر يعني ما بتفرق هو بالأصل إذا موجود ولا غاية بنفس الشيء لكن إذا العلاقة بينات بعضهم علاقة حميمة وقوية وفيها التواصل وفيها الغزال وفيها الدماء الدافئة وقت بيغيب واحد منهم بيشتأله الثاني الشوق يأتي في إطار العلاقة الجيدة أصلا جميل تحدثنا عن التجديد ضمن العلاقة المتكاملة بين الطرفين الخطوة السادسة الخطوة السادسة من يصميه بالطب الجنسي أو في اللغة الإنجليزية sexual medicine هذا يتعلق في العلاجات الخصوصية لموضوعات الضعف الجنسي مثلا هرمون التستاسترون هرمون الذكورة هرمون التستاسترون نحن نعطيه للرجال عندهم ضعف في الرغبة الجنسية وهذا مرتبط بزيارة الطبيب بطبيعة الحال أو الأقراص مثل الفياغرا والسيالس والليفيترا أو الحقن أو مثلا الأجهزة التعويضية فهناك عديد من العلاجات الطبية والجراحية يمكن أن أدفع ممتاز آخر الخطوات وهي الخطوة السابعة الخطوة السابعة هي التخطيط يعني نحن في كثير أشياء من حياتنا من خطط الإنسان بيخطط لدراسته بيخطط لعمله بيخطط لأشياء كثيرة بيخطط لهذه المقابلة بيخطط لهذه المقابلة والتخطيط يؤدي إلى رفع مقابل لك استيضاءتنا ومش المقابل الحميمي المقابل الحميم إذا بخططها أنت تطالب بالتخطيط للمقابلة الحميمية تماما إذا الإنسان بيخطط للمقابلة يرتفع مستوىها ويرتفع إنتاجها كيف يمكن أن يخطط أحد الطرفين هل التخطيط يجب أن يكون من طرف واحد ولا من الطرفين من الطرفين والتخطيط يؤدي إلى تحسين كبير ليس فقط في العلاقة لكن في الاستمتاع في هذه العلاقة يعني التخطيط وخصوصا إذا كان مفاجئ وخصوصا إذا الإنسان بيخطط أو أحد الزوجين يخطط لما يحب الزوج الآخر فهذا يؤدي إلى تحسين كبير في الوظيفة الجنسية وهذا التخطيط له علاقة بالخطوات الستة السابقة يعني إنسان يخطط لترك التدخين يخطط لتخط الموانع يخطط لتحسين حالته النفسية إذا عنده شيء من الغضب يحاول يحلها الأمور يخطط لتحسين العلاقة ويخطط أيضا لزيارة الطبيب فجمع كل هذه المعلومات الموجودة في الكتاب بخطة شخصية لكل إنسان مميز لنفسه هو الخطوة السابعة فيها أنت تطالب بالتخطيط في عالم لا يحب التخطيط دكتور سنتحدث دكتور إذا سمحت لنا في حلقة مقبلة عن تفاصيل أخرى لكن الوقت الآن دهمنا وننتقل إلى نهاية هذه الحلقة شكرا لك دكتور رضوان عفوان وشكرا لكم على استضافتك شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على متابعة هذه الحلقة من إضاءات حتى ألقاكم في حلقة مقبلة هذا ترك الدخيل يترككم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر